لقد حذرت من هالمنصة نفسها منذ أسابيع لبل أشهر أنه الكل كان مهيئ إلى موصل نيله اليوم وأصبح الحقيقة المرة هاللي هو الفرار الرئاسي لقد حذرنا وقلنا بصوت عالي أنه الكل كان متفق على عدم الاتفاق وكان كله عم بيحذر محركاته وعدته وستراتيجيته للفرار الرئاسي موديل 2022 هاللي بيفرق تماماً من الفرار الرئاسي موديل 2014-2016 ورح فسر بهالفيديو ليش هاللي ما انتبه عليه السياسيين وكل الأفريقاء في لبنان أنه مظبوط هن ما تغيروا وما تغيرت أسليبهم وستراتيجياتهم وطريقة الضغوط على بعضهم وشدهم على وحول السياسي لكن هاللي ما انتبهوا أنه حتى لو هن ما تغيروا العالم حواليهم وحوالينا تغير عالم اليوم بسنة 2022 ما انه نفسه من عالم 2016-2014 اليوم من بعد الوباء هاللي درب العالم وكل اقتصادات العالم كل الحكام وكل طريقة حكمهم وكل السراتيجيات تغيرت بنا نقول أنه بعد أكبر انفجار وتالت أكبر انفجار بتاريخ العالم اللبنان واللبنانيين كمان تغيروا اليوم بدي يقول أنه كل الاقتصادات وكل العوامل للاقتصادات تغيرت لبل بلبنان بعدهم تمرين رأسهم بطراب كالنعامة أنه ما تغير شيحة وليون وبيقدروا يكفوا بنفس السراتيجيات إذا ركزنا على لبنان وحكينا شو الفرق الكبير من الفراري الرئاسي بسنة 2022 والفراري الرئاسي هاللي درب لبنان بسنة 2014-2016 أول شي بدي أذكر أنه بهالسنوات الماضية كان النمو بلبنان يتعدى الـ 3 والـ 4 بالمية اليوم عم نحكي نموه 0 بالمية لما نقول عم يتعدى تحت السفر بدي أذكر أنه بالفراري الرئاسي القديم بدي أذكر أنه كان عندنا ناتج محلي بسنة 2016 كان تقريبا 51 مليار أما اليوم الناتج المحلي يكيد يوصل على 20-22 مليار بدي أذكر أنه الفرق الكبير أنه بسنوات 2014-2016 اللبنانيين كان عندهم الإدرة الشرائية الاقتصاد اللبناني والشركات الاقتصادية باللبنان بكل المجالات كان فيها تقاوم وتواجه الأزمة لأنه كان عندها العوامل وكان عندها اليوم تقدر توصل على كل أموالها واستثماراتها أما اليوم ما لازم ننسى أنه كل اللبنانيين خسروا 25% من أموالهم كل اللبنانيين عندهم كلفة عايش ازدادت أكتر من 20 مرة الاقتصاد اللبناني عم يعاني أكبر أزمة اقتصادية اجتماعية مش بس بتاريخه لكن بتاريخ العالم وهذا فرق كتير كبير بدي أذكر أنه التضخم هلي كان تقريباً 4 أو 5% وصل اليوم على 3 أو 4 نقاط لما العشرين مرة أكتر بكلفة عايش بدي أقوله نسبة العايش تراجعت بلبنان بدي أذكر أنه اليوم نسبة الفقر تعدت 80% من الشعب اللبناني فاليوم الفراري الرئاسي ماعد فينا نقول أنه هو نفس السلاح السياسي لكن اليوم فراري الرئاسي بده يكلف بعد أكتر زل وحزن ودموع والاقتصاد اللبناني والشركات اللبنية والشعب اللبناني ماعد بقدر يتحمل لبل ماعد عنده الأسلحة الاقتصادية والاجتماعية ليواجه هكي أزمة بدي يجدد وقول أنه اليوم الفراري الرئاسي مدال 22 منه أبدا من فراري رئاسي مدال 14 16 حتى لو نحن اليوم ضد أي فرارات وباحترام كل المعيد الدستورية اليوم مرة أخرى الشعب اللبناني الاقتصاد اللبناني والشركات اللبنانية عم يدفعوا السمن المر من هالاتفاءات والتجذبات السييسية والاتفاقات وراء الستارة حتى على عدم الاتفاق اليوم بتمنى أنه اليوم الشعب ما يقدر يسكت على هالجريم الاقتصادية الاجتماعية وحتى السياسية الجديدة هاللي كنا متخوفين منه أصبح حقيقة الكويبيس هاللي كنا عنا إياهن أصبحوا ما نعيشه اليوم وهيدي اليوم هاللي حابي بقوله اليوم مفروض يكون بأول يوم فرار رئاسي على اللبنان مرة أخرى بحزن ويأس وغضب شديد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر